الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجماع وبعد فموضوع إليكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقائق هو عن تحرير العقل تحرير العقل هو مفتاح التحرر الحقيقي لأنه مناط التكليف تحرير العقل ليس مجرد مصطلح بل هو عملية إطلاق العنان لقدرات العقل الكاملة والكاملة في الإنسان والتخلص من القيود والعادات التي تحد من التفكير الإبداع والابتكار إنه ليس مجرد مفهوم فلسفي بل هو ضرورة حتمية للتطور الشخصي والاجتماعي إذ شجع الإسلام على التفكير النقدي والاستدلال والبحث عن المعرفة لماذا تحرير العقل مهم وضروري؟ تحرير العقل يساعدنا على التخلص من التحيزات والأفكار المسبقة التي تعوق تقدمنا وازدهارنا تحرير العقل يعزز الإبداع والتفكير خارج الدائرة الضيقة مما يفتح آفاق جديدة للانطلاق نحو الإبداع والابتكار تحرير العقل يحفز الإنسان على استكشاف أفكار جديدة ومعلومات متنوعة مما يساهم في توسيع مداركنا تحرير العقل يساعدنا على فهم أنفسنا بشكل أفضل وأحسن وتحقيق أقصى إمكاناتنا كيف يمكن تحرير العقل من قيود التخلف والجهل؟ الجواب فيما يلي طرح الأسئلة الصعبة والتحدي لإفتراضات قراءة كتب ومقالات تتناول مواضع مختلفة التحدث مع أشخاص من خلفيات مختلفة تحليل المعلومات وتقييمها بشكل منطقي اكتساب مهارات جديدة ومعرفة دائمة أمثلة على تحرير العقل واعلم يعلم أن تحرير العقل ليس هدف نهائية بل هو رحلة شخصية مستمرة تتطلب الجهد والالتزام واختر الكتب التي تتناسب مع اهتماماتك وأهدافك لأن تحرير العقل وتنميته لا تكون إلا بالعلم كما أخبر الله تعالى في كتابه وبين ذلك رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا والحمد لله رب العالمين